من جد التحية على حضراتكم من جديد وصباح الخير يا مصر يقول الله تعالى في كتابه العزيز ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة النهج القرآني دائماً ينظر إلى العلاقة الزوجية أنها علاقة قائمة على السكن على المودة على الرحمة ما بين الزوجين الحياة الزوجية في الطبيعي ما تنفعش بدون تكاتف وتعاطف ورحمة ما بين الأزواج لازم التكاتف ده يكون بينهم باستمرار عشان في النهاية يكون أمامنا أسرة متماسكة ومستقرة ودائماً عين الدين وعين الإسلام على بناء الأسرة على تماسك هذه الأسرة في المجتمع على أساس المودة والرحمة خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن العلاقة الزوجية واستقرار الأسرة يعني في ضوء النهج القرآني والنهج النبوي الشريف معه ضفنا الكريم الشيخ محمود عويس الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ضيفاً كريماً وعزيزاً علينا في الصباح الخير يا مصر أهلاً بيك يا مولان صباح خير يا فانتم وصباح خير على كل المصريين المودة والسكن والرحمة نعم وعزينا نتوقف عند دلالات هذه المعاني على ضوء الآية الكريمة أولاً بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم أمن وداه واتبعه وداه وبعد الحياة الزوجية القائمة كما قلت على المودة والرحمة والسكن وتقديم كل سبل الدعم والمساعدة لكل واحد من الزوجين يقول الله تبارك تعالى من آياته أَمْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ يَتَفَكَّرُونَ ومن أسس البيت الناجح القائم السعيد اللي هو كل واحد يقوم بدوره في البيت وكل واحد يكون سبب في إدخال المودة والرحمة والسكن على الآخر مش كل واحد يكون سبب في إدخال الهم أو الغم على أحد الزوجين ذلك من قوامة الرجل على المرأة أن يسير ويسير على أهل بيته خيركم لأهل ويساعدهم في الأمور الحياتية وفي الأمور الزوجية وإنا في سيدنا رسول الله والسفة من حسن لما السيدة عائش رضي الله عنها وارضها سئلت كيف كان رسول الله في البيت كان بيعمل إيه لما يخلص أموره بره ويروح بيته كيف كان عمله صلى الله عليه وسلم تقول رضي الله عنها وارضها كان يكون في مهنة أهله يعني في خدمة أهله يعد أي حاجة في البيت هو عوزها ممكن هو يقوم بنفسه و لا يستحي و لا يستنكف و لا يستكبر صلى الله عليه وعلى آله و سلهم رحمةً بزوجته و رحمةً بأم أولاده و محبةً لها يفعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله و سلم كاكت تقول في الرواية يخصف نع له لو قزمته أو شبش 우�letter موطوع هو اللي خياطه صلى الله عليه وعلى آله و سلم الشاء عنده في البيت لو عوز حليات لبن يقوم يحلي بها صلى الله عليه وعلى آله و سلم ويفعل الأمور الحياتية في بيته كذلك الزوجة تساعد زوجها سواء ماديا أو معنويا وده معنى المودة والرحمة والسكن نتوقف قليلا عند معنوين حتى نوضح فكرة هذه المواد أنها لها معنى جليل وجميل في نفس الوقت السكن والمودة والرحمة بين الزوجين ما الذي عرفنا أسوب رسول عليه أفضل الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع أهل بيته الزوجة كيف كانت تتعامل مع زوجها هنا فكرة المودة والرحمة هي عملية تبادلية ما بين الزوجين واجبات هنا الزوجة حتى وله معنويا الزوجة تخفف على زوجها ما الذي يشوفه أو الذي يجده بره في عمله في شغله السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضها كانت نعمة الزوج أو نعمة الزوجة لسيدنا رسول الله كانت تخفف عنه ما يجد من أهل مكة ومن أهل قريش حتى يعني لما ماتت وانتقت للرفيق الأعلى رضي الله عنها وأرضها نبي حزن عليه وسمى هذا العام بعام الحزن كانت نعمة الزوج لسيدنا رسول الله تخفف كان يذهب إليها فتخفف عنه وتكلمه شضره ينشرح صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما نزل عليه الوحي وكان أول مرة ينزل عليه صلى الله عليه وسلم النبي خاف أول مرة تحصله وسيدنا جبريل يضمه فذهب إليها وقال لها أزملوني غطوني أنا خايف وذهب إليها يرتعد يرتعش صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت له وهنا دورها رضي الله عنها وارضها تخاف على نفسك كلا والله تخافش والله لا يخزيك الله أبدا وهنا الكلام المعنوي اللي يعني يثبت الزوج على ما يجده من تعب الحياة الدنيا كلا والله لا يخزيك الله أبدا عمر ما ربنا يخزيك ليه قالت له إنك لتصل الرحيم أقرباك وترح دزرهم وكويس مع أقربائك ومع أهل بيتك ومع عائلتك وتقري الضيفة الضيوف بتأكلمهم وتقريمهم وتعينوا على نوائب الحق على نوائب الدهر أي واحد عنده مصيبة عنده مشكلة بتروح بتساعده فعمر ما ربنا هاي يخزيك ولا عمر ربنا هاي ضيعة والنبي عليه السلام شال لها ده شال لها المعروف بتاعها رضي الله عنها وارضها لما طبعا كان نبي يحبها حب شديد فكان يعني يكثر ذكرها أمام زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى غارت السيدة عائشة يعني كانت انتقلت يا رسول الله يعني أراك تكثر من ذكرها وهي كانت مرأة كبيرة وأنت تزوجتها وهي ثيب يعني كانت مزوجة قبل كده وقد أبدلك الله خيرا منها تقصد نفسها يعني بكر وصغير فنبقى لي لا عائشة لا والله ما أبدلني الله خيرا منها ربنا ما أبدلني شيء خيرا منها ليه قال آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس شوف التالتة وواستني بمالها حين حرمني الناس سيدة خديجة كانت من أكثر أهل قريش مالا كانت معها فلوس وكانت معها تجارة فأنفقت كل ملهة على سيدنا رسول الله مش واجب عليها إحسانا منها إلى زوجها لأنها رضي الله عنها و أرضها كانت تحب سيدنا رسول الله حبا شديدا فكانت تنفق عليه كانت تعطيه المال خدمة له و خدمة أو حزبة لله تبارك و تعالى حتى يتفرق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمور الدعوة و لأمور الدين فكانت تساعده صلى الله عليه وعلى أهل وسلم فدي الزوجة الزوجة العاقلة جميل أنها تكون سبب في إدخال السرور و المودة و الرحمة و أن تواسيه و أن تقف تقف إلى جواله دين طبعا و العكس إحنا في ظل زمن فيه ضغوط شديدة جدا على الزوج و الزوج و الزوجة تعمل و الزوج يعمل ضغوط اقتصادية و اجتماعية و غيرها كيف نحقق هذه المودة و الرحمة و هذا التكاتف إحنا تكلمنا معنويا بالكلمة ماديا كيف يمكن أن يكون هذا التكاتف ماديا كيف يمكن للزوجة أن تقف مع زوجها في بعض الحالات و كيف نظر الإسلام إلى هذا الأمر تحديدا خصوصا للمرأة دائما ذمة مالية دائما منفصلة أولا النفقة من واجبات الزوج على زوجته و من حقوق الزوجته على زوجته أن ينفق عليه أن يكون متفقين هذا الأصل في الشريعة الإسلامية أن الزوج هو ربنا هو اللي أدالوا القوامة قوامة النفق الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أمواله طيب إذن الزوجة حتى لو كانت من أغنى أغنياء الناس لا يجب علي أن تنفق على زوجها لو أنفقت أو أعطت زوجها من مالها يكون إحسانا منها و حبا لها لزوجها كما كانت تفعل السيدة خديية رضي الله عنها و أرضها كان سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه و أرضاه كان يعني كان فقير و كان الشغل بتاعه أو الناتق أو الفلوس أو الراتب مش مقضي بيته فكان الزوجته رضي الله عنها و أرضها تعمل عندها حرف فكانت تصنع بعض الأشياء و تبيعها و كانت تنفق هذا الراتب أو هذا المال على زوجها سيدنا عبدالله بن مسعود و على ولده فقالت أنا أنفق كل الأموال عليكم و ليس هناك فائض عاوز أتصدق به لوجه الله تبارك و تعالى فذهبت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوى رسول الله و والله أنا أعمل كده و أنا عاوز أتصدق و ليس هناك مال يفضل مني أتصدق به لأن كل الناتق أو الربح اللي بيقيني بأنفقه على زوجي و على أولادي فماذا قالها النبي و نسمع يعني لو الزوجة بتعمل أو الزوجة صاحبة مال من مرث من هبة من غيره لو أعطت لو ساعدت زوجها ساعدت أولادها نسمع النبي قال إيه لزوجة سيدنا عبدالله المسعود رضي الله عنها و أرضها قالت قالها أنفقي عليهم أنفقي عليهم فإن لك أجر ما دمت على النفقة عليهم طالما أنت بتنفق عليهم فإن لك أجر و إن لك كأنك تصدقت على الفقراء و المساكين ليه لأن أولى الناس الأقربون أي بالنفقة أو بالصدقة الأقربون كما قال ربنا تبرت أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى و مش معنى كده إن الزوج يقعد في البيت طبعا و يحط رجل على الرجل و يتكاسع عن الشغل و عن العمل بس في بعض الأحيان لو خلنا مثلا يعني تجربة أو يعني يعني حالة من الحالات هذا ليس فرضا على المرأة طبعا لكن يجب أن تعمل ذلك عن طيبي خاطر طبعا طبعا طب إذا لم تفعل ذلك إلى أي مدى ذلك يمكن أن يضر بتماسك الأسر يعني هي ميسورة الحال و يزوجها في ضيق من الحال طلع من شغله سب شغله أو غيره لكن هي لم تفعل ذلك لم تنفق على البيت ده بيدر حالة المواد والرحمة طبعا طبعا ليه؟ هنا يظهر المعدن الأصيل الستة اللي كمان والستة المصرية أو الزوجة المصرية دائما بتكون جنب جزة وبالذات في وقت الشدة والأزمات صحي وبالذات في وقت الأزمات وبالذات في وقت ما يكون الزوج في أحوج الناس إلى المال إلى النفقة تقف معه ما تسيبهوش سيدنا إبراهيم عليه السلام لما راح زار ابنه سيدنا إسماعيل و ذهب إلى زوجته زوجته فبيسأل زوجته زوجة سيدنا إسماعيل كيف حالكم؟ فقالت له نحن بشر حال دهنا الأبناء الكويس والأكل عندنا أليل و عدد يعني تقول تزم في حال معيشتها فلما جه سيدنا قال لها لما يجي زوجك سيدنا إسماعيل قولي له غير عتبة بابك غير العتبة ما تنفعش معاك هي عمالة مش راضية بالقليل اللي مع زوجها لذلك الزوجة من أسباب المواد والرحمة أن ترضى وأن تصبر بالقليل مع زوجها دي في حالة الأزمات الشديدة يجب على الزوجة أن تقف مع زوجة وهنا بيظهر المعدن الأصيل للزوجة طب في الحالات العادية احنا بنشوف بيوت كتيرة جدا المرأة تعمل والرجل يعمل هل ممكن الزوج يطلب من زوجته مدام أنت تعملي فبالتالي يجب أن تكوني بتساهم في مصاريف الأولاد في مصاريف الإنفاق يعني كيف شرعا هل ده يمكن أن يطلبه الزوج من زوجته ولا أيضا عن طيب خاطر لأن النفق على الرب هذه الأمور تكون بالرضاء بين الطرفين بالرضاء بين الزوجين لأن كما قلت ليس من واجب الزوجة أن تنفقها على أولادها واجب شرعا لا مش واجب شرعا ده يكون إحسان قبرا بخاطر زوجها رضاء الله تبارك وتعالى أن ترضي الله تبارك وتعالى في زوجها وأن تتمثل بأمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهن سيدة أسماء بنت أبي بكر دي الله عنها وأرضها كان الزوجة لسيدنا الزبير بن العوام فكاد تقول الزبير بن العوام كان له شغل وكان له مزرعة والمزرعة دي بعيدة عن بيتنا حوالي ثلثي فرسخ يعني حوالي اثنين كيلو من بيته للمزرعة فكنت تقول فكنت أعرف فرسه تقدم الأكل والعرف لفرس زوجها وكنت أستقي الماء تجيب الماء وكنت أخيط دلوه ده الماء أنا أخيطه وكنت أنقل النوى من زرعي أو من أرضه إلى بيتي على ثلثي فرسخ يعني كان تيمشي المسافة كلها ويشغل الحاجات على دمخها وعلى رأسها مسافة كيلو نص أو اثنين كيلو كل ده ليه مساعدة لزوجها وكل ده ليه حبا لزوجها وكل ده ليه إرضاء لله تبارك وتعالى في زوجها فليه الست أو الزوجة عندما تقف مع زوجها وبالأخص في وقت الشدائد فإنها تكون عابدة لله تبارك وتعالى وضائعة لله تبارك وتعالى إن الزوج من أعظم الناس على دويته له حق كبير جدا فمش معنى إنه يكون في أصعب الأوقات يعني إذا بقوله إيه تسيبه لا تقف بجواره وتساعده وتنفق عليه فهو أولى الناس بالصدقة هل يحق للزوج مولانا أن يمنع زوجته من أن تنفق مثلا على أخيها أو على أبيها وأهلها يعني هل يصح له حتى أن يعلق بالقول أو الكلام إنه ما تطلعيش فلوس لحد معين مثلا أو حد من أهلك أو بيتك هو أولا كما قلنا كل واحد له ذمة مالية خاصة الزوج له ذمة مالية مفصلة والزوجة لها ذمة مالية مفصلة وخاصة بها فهذا المال لو هي مثلا بتساعد جزها في بيته فيما يحتاج لو بعد ذلك أنفقت على أهلها الزوج مش يعترض لكن الاعتراض بيجي من فين الاعتراض بيكون مثلا البيت الزوج محتاج لبعض المال أو لبعض النفقة وهي بطرح تساعد ناس تانية غير أهل بيت الزوجة بسبحك قلت هنا الأقربون أولى فين يحصل مشاكل إزاي أنت عوزة نفقة على بتنفيقي برة وأهل بيتك محتاجين فهي لو يعني توازن بين الأمور والزوج ليس له الحق أنه يقولها لا لا ما تنفقش على والدك أو على أخوانك لا يعني هي الزوجة لو معها مال توازن بين النفقة على زوجها وبين النفقة على أقربائها السكن والمودة والرحمة يعني هي أسس بناء الأسرة المسلمة والحفاظ عليها شكرا جزيلا الشيخ محمود عويس الواعد بمركز الأزهر العالمي أكرمكم والله مبارك الله جمعة مباركة ودايما بتنورنا وتشرفنا كل عاونتم بخير حربي خير